نهاية فصل تاريخي شكل تحدياً للجيش الألماني هكذا وصفت وزيرة الدفاع الألمانية عملية الانسحاب التي قامت بها قوات بلادها من أفغانستان بعد عشرين عاماً من انتشار وحداتها إلى جانب القوات الأمريكية وقوات دولية أخرى عملية الانسحاب التي بدأت في مايو تصدل السطارة على وجود نحو 150 ألف رجل وامرأة خدموا في أفغانستان على مدار عقدين ومنذ عام 2001 ليصل حجم القوات قبل بدء الانسحاب إلى 1200 جندي يعملون في إطار مهمة حلف الأطلسي الناطق باسم حلف الأطلسي أوضح تعليقاً على عمليات الانسحاب أن دعم أفغانستان سيتواصل عبر ضمان التدريب والدعم المالي للقوات الأمنية والمؤسسات وعبر المحافظة على حضور دبلوماسي في كابل وتمويل عمل المطار الدولي وبالتوازي أعلنت إيطاليا إحدى أكثر القوى تواجداً على الأرض في أفغانستان أنها استكملت بدورها عملية سحب آخر جنودها في إطار الانسحاب السريع لقوات حلف الأطلسي وقد شاركت إيطاليا كلاً من الولايات المتحدة وتركيا وبريطانيا وألمانيا وغيرها من الدول في مهمة الدعم الحازم لتدريب القوات الأفغانية لتمكينها من ضمان أمن بلادها بعد رحيل القوات الأجنبية لكن انسحاب القوات الدولية بقيادة الولايات المتحدة أثار القلق من إحداث فراغ أمني خاصة مع إعلان حركة طالبان سيطرتها مؤخراً على أكثر من أربعمائة منطقة في أنحاء البلاد الأمر الذي أثار المخاوف من عودة طالبان وغيرها من التنظيمات المتطرفة لبسط نفوذها في ربوع أفغانستان ما قد يشكل خطراً لا سيام على حياة ألاف المترجمين الفوريين والسائقين والمقاولين الذين قد يواجهون أعمالاً انتقامية بسبب مساعدتهم القوات الأمريكية وحلفائها وإزاء تلك المخاوف لم يستبعد قائد التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في أفغانستان الجنرال سكوت ميلر شن ضربات جوية ضد طالبان في حال واصلت هجومها إن تحالف القوات الجوية الأمريكية موجود لتقديم الدعم وعند ضرورة للدفاع عن قوات الأمن الأفغانية في مواجهة أي هجوم وأفضل طريقة لإيقاف ذلك وكما أخبرت طالبان هو وقف العمليات الهجومية وخفض ضربات الجوية إلى حد الصفر لا يزال لدي سلطة دعم قوات الأمن الأفغانية ودفاع عنها وبالتأكيد الدفاع عن أنفسنا أيضاً وينتظر نحو 18 ألف أفغاني لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم لاستقرار في الولايات المتحدة والذي يتطلب موافقة الكونغرس على إجراءات تسهيل الهجرة قبل مصادقة الرئيس بايدن عليها